كابتن عامر بعد ما اتدفع فيك سبعة تلاف جنيه ونص انا مبسوط من المبلغ للمبلغ كانت كبير قوي في الوقت ده وفي نفس الوقت زي ما انت بتقول هي بش عملية ان تامني كام القيمة ايه والناس اللي اختارتني ايه وكان متفكر ازاي وكان وصلتني لايه انت لما عم عبد البقال قاعد اسبوع في كفر الشيخ مع الوالد وخلص الاستغناء ونزل بيها اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي مين اللي قابلك والله بص انا اولا قعدت فترة بتمرن مع التصارير سنة لدرجة ان اللعيبة بتاعت التصارير سنة ربيع وعلاق والناس دي مفكرين ان انا في سنهم بس انا كان عندي 23 سنة ساعتها وتكبر من سنهم هم اكبر من سنهم كنت فاري بقى قوة وسرعة وكان بيبصوا لي على ان انا يعني ما هو برضو لقيت الاستقبال كويس من اللعبين بأمانة لا هو الاستقبال ما هو دول انا لعب غريب في وسطيهم وحمشي لكن لما اول من معام عبد البقال جاب الاستغناء صعدت الفريق الاول صعدت الفريق الاول حسيت بقى بصراحة بان انا مش غريب عن الفرقة دي خالص تابو انت بتتدرب مع التساعتاشر سنة كنت بتقابل نجوم كبيرة في النادي زي زيزو الخطيم ما هو ما كانش حد يعرف ان انا اصلا موجود مع التساعتاشر سنة لا انت كنت بتشوف اللعيبة كنت باشوفهم ما سلمتش على اللعيبة لا لا خالص يعني عام عبد البقال اللي هتخفي نفسك هتعرف تتمرن هناك ما يعرفوش انت مين لان الاستغناء ما كانش جات لو نادي كافر الشيخ كان حس ان انا بتمرن هناك ممكن كان الموضوع يتعرقل وكده وكلام من ده بس لما جات الاستغناء وطلعت الفريق الاول فوق لما قالوا لك ان ان لساء لما عبد البقال كلمك على تليفون الارض ساعتها وقال لك ان خلاص مبروك يا محمد انت عملت ايه انا خفت جاي لي احساس خوف شديد جدا من ايه من ان انا دلوقتي انا بقيت لعيفي في النادي الاهلي والمفروض ان انا يعني اثبت وجودي في النادي الاهلي وانا جاي من نادي كافر الشيخ وانا دي سمحتها بوداني لما كنت بنزل اجازات قبل ما لعب فوستيكو وابقى لعب ماتشات وابقى ستاندينج في التيم يا عم ده راح النادي الاهلي هو هيلعب مكان مين مكان مصطفى عبدو ولا مكان الخطيب ما هو طبعا 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 كنتو اسماء جامدة حمدو الله جامدة يا ماشاء الله فدي خوفتني جدا ان انا لدرجة ان انا كنت ساكن في شقة في السيدة زينب كنت باخد الاوتوبيس والغاية التحرير واخد التحرير ده ماشي على كبرى قصر النيل على كبرى قصر النيل كلنا مشينا عليه الهيب اللي عاوز يوصلوا لازم يمشي على كبرى قصر النيل انا كنت بكلم نفسي وانا ماشي بقول بقى انا هلعب هلعب فوست الناس دي طب انا يعني حبقى نجم زيهم حبقى حبقى كنت دايما بحدث نفسي على فكرة مجهرة صحية اه طبعا ما هو انت لازم تفكر نفسك باستمرار اه فانا جات لفترة كده قلت لا انا يثبت نفسي واحد منهم يروح اول لحظة رجليك حطت فيها ملعب التيتش اه هو طبعا كان فيه يعني قبل ما انزل الملعب كان كتبوا في الجرائد ان فيه لعيب من كفرشيك جيوكا وكلام من ده بس اه نزلت الملعب انت طبعا احنا كنا بننزل الملعب واحد وواحد كان بينزل كده ياخد تحيته ياخد تحيته تحيت المسرح وطبعا الخطيب كان هو بينزل في اخر اللي بتاعه ياخد تحية كبيرة الجير كاستر فانا طبعا خدت تحية على قد يعني ساقفوا لي على ان لعيب لسه برضو ما شافوش مننا حاجة عشان يبقى فيه تحية فلكن بعد الماتشي الاولان ان انا لعبته وكتب بقى في الجرائد ان انا مولد لا ده خلي لسه لسه مجداش الماتش ما تسبقش الاحداث لا هو طبعا التحية كانت على قدي طيب اه اتعاملت مع هيدوكوتي ازاي او هيدوكوتي استقبلك ازاي هيدوكوتي بقى انا ايه انا كنت دايما انا نزلت الملعب وفي تأسيمه اخذ كورو عد رقص في اللعيبة قال لي خد تعال احنا هنا نلعب لمسة ولمسة ولعبة الكلام ده هناك في كفر الشيخ هو هو على فكرة اللي كان طلوك من كفر الشيخ هو مستر هيدوكوتي ايه ما فيش حد كان يروح يجيب اي حد كده وخلاص لا هيدوكوتي كانوا من عاوز فلان وعاوز فلان ما فيش خلاص لا لا ما هو ما هو اللي طلبني اه اه فعشان كده احنا بنوضح بس اه 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 اله بيبو ويدوكوتي بقى الله يرحمه اه ف وبعد كده هل لك الكلام ده بتعمله هناك في كفر الشيخ بش هنا اه احنا هنا نادي الاهلي بنلعب عشان نكسب بطولة بنلعب كورة سهلة السريعة ده خلاني بقى ايه انها بقى سهل على نفسها انا انا كنت بس مع الكلام جدا اه وزي ما قلتلك في الاول كده من صفا انا عاوز الى لكن شفت الله عزماء ده اه طبعا ادي كده سالم بتاع غرفة الملابس ودكتور سيد سالم اهو تقعد دكتور سيد سالم وكابتن صالح وكابتن صالح وكابتن فانشعبان وده كان صاحب هيدوكوتي اه لما نعبت في الدرجة الاولى في النادي الاهلي مين اللعيب اللي كان قريب منك اوي اوي بص انا انا كان علاقت كلها بكل اللعيبة كويس انا عارف الكلام ده كله لكن انا كنت بمين اللي واحد مختار معايا كان على طول مختار اه شفت الصورة دي كمان اعمل بس بلاطي كلامك يعني برضو جايبين صور انا بش فيها ماشي هعديها انت بقى كنت بعيد عنينا عم بيقى نعمل ايه بس يا مصطفى ادي ماهر همام حمدي جمع ربنا ايه ادي ماهر شكل وكنش بيحبك انا مش عارب بصراحة ودي مختار ومصطفى يونس اه وجمه محمد عامر وهدوكوتي شوف متحة رمضان لازق في كل الصور يموت في كل الصور ده مزال عصر ومجد عبدالغاني واحمد ناجي ومين الاتنين اللي وراء دولة محمد ده اسمه مجدي بس المش عارش اسمه مجدي ايه كده مش فكر اسمه مجدي ايه واللي جانبه اللي جانبه دوت لا مش فكره ده مجدي ممكن كن حد دخل في الصورة كده يعني مش مجدي درويش لا 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 شوف كان الالفة والحب حتى الصورة كله بيدحك عايي كله بيدحك وشوف هدوكوتي مصوط زي انه طبعا طبعا يعني حاجة الراجل ده كان برضه من على فكرة هدوكوتي جي لعبني في أسوار لعبك كان مسك الاتحاد اه اه اتحاد اسكندرية بعد ما ميش يسابي النادي الأهلي اه وكان في الدور الممتاز اه وانا كنت مسك أسوار كان معايا عمد النحاس وكان معايا فرقة كويسة جدا وعملت ايه في الماتش ده الماتش ده يعني كان ممكن يشيل مننا اربعة في الماتش ده تعدلنا سفر سفر ده المدرب بتاعك ما هو انا مرضيش بقى ادوس عليه طيب انت وطيلي مختار عملت له حفلة واحتفلت بيه وبقى هو مصوط جدا ان انا بمدرب وكان لقاك جميل يعني صراحة طيب انت فاكر الماتش اللي هدوكوتي اللي انا اصبت وعدت ولعبك مكاني ايوه ما هو ده الماتش جود بالبيس ده جود بالبيس ده الماتش العبو من الاول ده اللي جبت فيه الجول انت اه كان اكسبنا تلاتة وانا جبت جول والخطيب بيججولين مظبوط احنا داخل فينا الجول اولاني ايوه بس الماتش ده انا لما بحكيه انا عاوز الناس تلعبتنا سواء الصغارين ولا الحاليين ولا الجيين ولا الكبار فيه مغزة يعني اه طبعا فيه دروس مستفادة الماتش ده انت جيت من البيت عشان هتلعب الماتش انت كنت مفروض هتبدأ الماتش بس كدت اصابتك تقريبا كنت حسيت في التمرين قبليها بشد مظبوط ولما جيت الصبح كنت حسيت ان انت ممكن ما تقدرش تكمل عمال للدكتور وفيق مكاو عمال لتست كده في الملعب تقولي انا ما شاقدر العب بالزبط اه فانا لقيت هيدوكوتي وانا رايح بحط الشنطة ورحت الغد على الغداء قال لي حط الشنطة وتعالى معايا فاخدني من قط اللبس لغاية المطعم يكلمني قال لي انت النهاردة بيهيائك يعني اه النهاردة هتلعب ونجرايت فبصت له كده اه تقولت بقى خلاص قطت راس حاربة يا عمي بقيت هاف هاف لفت النهاردة هلعب ونجرايت انت مرمطني ليه كده فقلت له هلعب ده ان انا كنت عاوز هلعب في نادي الاهلي ايه اللي وداك الحطة دي انا ما هو ما هو عشان ربنا كان كان ريادنا خير والله طبعا طبعا لا بص ربنا ما مش حاجة وحشة لحد ابدا لا انا ربنا بالأداية خير لكل واحد واي حاجة بيعملها بيقى فيها خير والله خير خير يعني شوف انت شوف انت كنت بتتكلم من كنت بتتكلم مع بعض كان اللي يخش الستاشر لعيب ده ربنا امه دعياله طبعا طبعا اللي كان بيبقى في الاحتياط امه دعياله كان بيبقى قاعد مستنى خمس دقيق ليكسوا يلعبهم عشان يحط رجله وما يطلعش منها انت ما صدقت انت مرة انت مفود راس حرب لعبت في حتة بتاعت الليفت ديت وعند كده جيت لعبت في الراية قال لي هتلعب انجرايت ما كان مصطفى عبدو كان هيلعب في ايه قال لي هو عند رجله تعبانة شوية ومش يقدر يلعب الماتش بعافية اه فالمهم انت جيت بالبنطنون القميس الاستاد طبعا قاعد بره كان الاحتياط قاعد بره مين شوف بقى اللي بره صف عب حليم طهر الشيخ عبايز عب الشافي وجول من الجنين بقى سابت يا اكرامي اه فانا لعبت الماتش في حتة لونجرايت دي وطبعا الهدوكوتي لما خدني الغط المطعم قال لي هتلعب تحرك كده تحرك كده فاهمني واجبات مركزي الحفاظك الهجومية والدفاعية وكلام ده قلت له ماشي انا ان شاء الله هكونوا عند حسن ظنك فلعبت الماتش كما الكتاب يقول طبعا انا عرفت بقى الكلام ده من بره زميلك طاهر وصف شيخ وزير خانوني مش عايزيني يقول الشيتيمة الشيتيمة الأخوية لا لا قاله قال لي عبدو بقى خلي بالك انت بعد كده بالك اللي هيقعدك اه عشان انت تفرعنت اه وانا هقول الشيخ بالذات تعال بقى دمه خفيف قوي ايه فبس كده قال لي عبدو شوف لك نادي تاني شوف بقى الكلام ده حرك فيك ايه طبعا خلاني لعبت بعد كده لحد سنة 87 يا مصطفى الناس ما تعرفوش ان المباراة دي كانت سبب ان انت كنت احسن لعيب في مصر في هذه السنة لا كمل لي بس عشان ما نسبقش الاحداث انا جت بعد الماتش قابلتك ايه وقلتلك ايه اه قلتلي انت النهاردة كنت هايل هايل وعنتبضل موجود في الفرقة وما تفايع حتى الرجل بيحطك فيه النهاردة انا بلعب مكانك واجدت في مكانك وممكن انت يعني الماتش اللي بعدين ما تلعبش وانا اللي لعب وتيجي تقول لي انت كنت النهاردة هايل وشجعتني دا ما حاجر جاء دا التيم دا ايه الروح دي ما هي دا التيم بتاعنا لانه كنا معظمنا من ولاد النادي واتربينا على المبادئ والقصص بتاعت النادي اي حد كان يجي من برة على طول كان بيخش معنا بيندمج معنا بقى واحد اكنه زي شطة هو دا سر سر فوز النادي الاهلي ونجح النادي الاهلي وسر تفوقنا وسر حصولنا على البطولات هو دا هو دا اللي اننا النهاردة لما مصطفى عبدو بيلعب مكاني ولا انا بيلعب مكان مصطفى عبدو هو بيتمنين الخير شفت يا عم انا انا ارحمك يا سابت دا كان انتيمي اه عملاقين اممك ماشا الله يعني الله يرحمه سابت رجوله يا سلام ماشاء الله فتحي كان معامو وفتاح النادي يقفل ويفتاح النادي طيب بعد الماتش دا انت لعبت ونج رايت انا لعبت بعدها بماتشين اه طريبا لعبت بعدها بمباريطين بدأت ارجع تاني وبتاع زي كده بس دكوتي كمان كان من النوع اللي كان بيحب يضحك يقول لانت ابن مجنون انت مش عاوز يلعب فيه محمد عامر ايوه تلاحك كبير كانوا لك نفلاحك كبير محمد عامر ييجي دا خلتني وانا بقولك انا طول عمري بحب العندي في كل حاجة بحب الاسرار وبعد كده اما بدأت تلعب اخدتك معايا احنا كنا بنشد عن اللعيبة بالزبط يعني كنا بنشد بعض كده في بعض الاوقات غير بعد التمرين فيا يا اخي النادي لايه دا عظيم والله انت بتشوف شفت لما كنا بنعمل معسكرات احنا اللي بنعملها اه انا وانت والخطيب كنا بنروح شائعة العجوزة بتاعت الخطيب ايوه لا انا بكنش بابت معاكو لا انت كنت بتيجي معانا وطروح ايوه احنا كنا ابو يا احنا من يعنبت برا